بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أيها الأحبة ينبغي علينا أن نتأمل كل شيء من حولنا هذا الكون الذي خلقه الله وهذه الطبيعة وهذه النباتات تدعونا للتفكر والتأمل اليوم أحببت أن أتأمل معكم هذا النبات الشوكي وطريقة انتظام هذه الأشواك بشكل هندسي دقيق ولماذا زود الله هذا النبات بالذات بهذه الأشواك بينما هناك نباتات أخرى ليس فيها أشواك الحقيقة أحبة في الله عندما درس هذا النبات هذا النبات في معظمه يتألف من الماء فهو نبات هش أو نبات ضعيف أي مفترس يستطيع أن يفترس هذا النبات لا يستطيع مقاومة الحشرات ولا المفترسات الكبيرة لذلك لو لم تكن فيه هذه الأشواك لنقرض هذا النبات منذ ملايين السنين سبحان الله الله عز وجل يعلم أن هذا النبات ضعيف زوده بهذه الأشواك كأسلحة دفاعية يدافع بها عن نفسه وعن وجوده يعني والله أيها الأحبة عندما أتأمل أنا هذه الأشواك وطريقة انتظامها وطريقة وضعها هندسة دقيقة جدا تدل على قدرة الخالق عز وجل وتدل على أن الله لم ينسى أحدا من فضله وأنا أقول دائما أخي الحبيب الذي رزق هذا النبات أسباب الحياة وأسباب الغذاء وأسباب الوجود أصلا لا يمكن أن ينسى إنسانا يقول يا رب أرزقني لذلك أحبة في الله اجتهدوا بالدعاء إلى الله عز وجل والله لن ينساكم كيف ينسى عباده مستحيل إله عظيم يخلق مخلوقا ثم ينساه نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم والإيمان والتقوى والحمد لله رب العالمين